صورة قاتمة يرسمها التقرير الأحدث عن حالة المناخ في أفريقيا الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالشراكة مع وكالات الاتحاد الأفريقي حول قدرة القارة على التكيف مع الكوارث المناخية المتكررة بشكل متزايد ووفقاً لأحدث البيانات كان عام 2020 ثالث أشد الأعوام حرارة في أفريقيا على الإطلاق إذ ارتفعت الحرارة بمقدار فاصل 86 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في العقود الثلاثة التي سبقت عام 2010 ويشير التقرير إلى الانكماش السريع لآخر الأنهار الجليدية المتبقية في شرق أفريقيا والتي من المتوقع أن تذوب بالكامل في المستقبل القريب إلى خطر حدوث تغيير لا رجعت فيه في النظام البيئي لكوكب الأرض أتوقع تقرير أنه وفقاً للمعدلات الحالية ستختفي جميع مناطق الجليد الاستوائية الثلاثة في أفريقيا وهي كلمانغارو في تنزانيا وجبل كينيا في كينيا ورونز رايس الأغندية بحلول العقد الذي يبدأ في العام 2040 وبحلول عام 2030 تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعيشون في فقر مضغع سيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة إذا لم يتم اتخاذ تدبير مناسبة للتعامل مع ذلك أشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن تفاقم الجفاف في قارة تعتمد بشدة على الزراعة فقد سجلت فيضانات عارمة في شرق وغرب أفريقيا في عام 2020 في حين استمر غزو الجراد الذي كان بكثافات كبيرة تاريخيا قبل عام في أحداث الفوضى وقدر التقرير أن منطقة أفريقيا بجنوب الصحراء ستحتاج إلى إنفاق ما بين 30 و50 مليار دولار أو 2 إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجملي كل عام حتى تكون قادرة على تجنب عواقب أسوأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر